أهلاً وسهلاً بطلبة السنواء العامة في الدرس الأول من دروس مادة الأحياء معكم أحمد شريف ودي قناة المختصرة المفيد هقدم لكم مادة الأحياء بأبسط طريقة ممكنة أول درس معنا في مادة الأحياء هو الدعامة في النبات الدعامة في النبات تنقسم إلى نوعين دعامة فسيولوجية ودعامة تركيبية الدعامة الفسيولوجية هي الدعامة بتحصل في الخلية بتتناول الخلية نفسها بحيث أن الوية بتدخل إلى الفجوة العسرية الموجودة في الخلية نفسها بالخاصية الاسموزية فبيزيد حجم العصير الخلوي داخل الفجوة العسرية الموجودة في الخلية وبيضغط على البرتوبلازم وبيتفعل الخارج نحو الجدار بعد كده بيتمدد الجدار لزيادة الضغط الواقع عليه فبتنتفش الخلية وتصبح زاد جدار متوتر وبالتالي بتكتسب دعامة فسيولوجية في الأول كده يعني هي الخاصية الاسموزية الخاصية الاسموزية هي عبارة عن مرور الماء خلال الأقشية شبه المنفذة وهي الأقشية البلازمية من وسط زو تركيز مرتفع لجزيئات الماء إلى وسط زو تركيز منخفض لجزيئات الماء وطبعا بيكون تركيز الماء معاكس لتركيز الأملاح يعني الوسط اللي بيكون فيه تركيز الماء عالي بينخفض فيه تركيز الأملاح والوسط اللي بيكون فيه تركيز الماء مرتفع بيرتفع فيه تركيز الأملاح وزيئات الماء بتنتقل خلال الأقشية شبه المنفذة من الوسط اللي بيكون فيه تركيز الماء مرتفع إلى الوسط اللي بيكون فيه تركيز الماء منخفض وبالتالي بيحصل العكس مع تركيز الأملاح فبتنتقل جزيئات الماء من الوسط اللي بيكون فيه تركيز الأملاح مرتفع وبالتالي الخالية اللي بتفقد الماء بتفقد الدعامة والخالية اللي بتمتص الماء بتكتسب الدعامة ومن الأمثلة على اكتساب الدعامة الفسيولوجية هي استقامة سيقان ووراق النباتات العشبية عند رأي الطربة لانتفاق خلايا نسجتها الداخلية عند دخول الماء إلى فجواتها العسرية من خصية إلى سموزية ومن الأمثلة على فاقت الدعامة الفيسيولوجية هو الزجول وارتخاء سيقان ووراك النباتات العشبية عند جفاف التربة لزوال انتفاق خلايا نتيجة فاقضاء للماء فتزول الدعامة الفيسيولوجية لذلك تعتبر الدعامة الفيسيولوجية هي دعامة مؤقتة وده لأنها بتعتمد على امتلاع الفجوة العسرية للخلية النباتية بالماء وعند فقد هذا الماء تضعف أو تزول هذه الدعامة عندنا النسيج البرانشيمي بيتكون من خلايا حية تحتوي كل منها على فجوة عسرية واحدة كبيرة أو أكثر وجدار رقيق مسقق بيتكون من مادة السيلولوز المنفذة للماء لذلك النسيج البرانشيمي بيكسب النباتات الدعامة الفيسيولوجية مؤقتة ومن العمليات الحيوية اللي بتتأثر بيها الدعامة الفيسيولوجية هي عملية الامتصاص وعملية البناء الضوي وعملية النتح كلما زاد معدل البناء الضوي زادت عملية امتصاص الماء والأملاح من الطربة وبالتالي زادت كمية الماء المفقودة من النبات عن طريق عملية النتح فيقوم النبات بتعويد الماء المفقود عن طريق امتصاص الماء من الطربة مما يزيد من الدعامة الفيسيولوجية وبالتالي نستنتج أن العلاقة ما بين الدعامة الفيسيولوجية وعملية الامتصاص هي علاقة ترضية لأن النبات لما يمتص الماء بيكتسب دعامة فيسيولوجية والعلاقة ما بين الدعامة الفيسيولوجية وعملية البناء الضوي هي علاقة ترضية لأن السكريات النتجة من عملية البناء الضوي بتؤدي إلى زيادة تركيز العصير الخلوي في الفجوات العصرية مما يؤدي الانتقال الماء إليها بالفصية الاسموزية فيزيد من الدعامة الفيسيولوجية للخلايا والعلاقة ما بين الدعامة الفيسيولوجية وعملية النتح هي علاقة عكسية لأن النبات بيفقد الماء في عملية النتحة وبالتالي بيفقد الدعامة الفيسيولوجية وبكده نبقى خلصنا الدعامة الفيسيولوجية في النبات واستنوا شرح الدعامة التركبية في النبات أو عجبكم الفيديو وتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان الفيديوهات اللي بعد كده اشتركوا في القناة